اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة اخرى نتمنى تكونوا في الف خير اليوم جيتكم بحلقة جديدة من وصفات سناء كيناني باش نشارك معكم واحد العراضة تقليدية درناها بحل عكا باش نجمع العائلة ودك الشي بالمناسبة جات بنت خالتي من الحجو هادا وقلت علاش لله من دروش غديوة ونجمع عليها ضروري ما تبقى عندنا هادا العادات والتقاليد الى كان جي شي حدم العائلة ولا شي حاجة هانا نستقبلوه وخاص يقبل يكون هير خفيف وهذا نستقبلوه علاش لله هنا غدي نبدو بالوصفة ديال الجج مع مر اللي وجداتها ماما هي اللي ماما يلي قدت صراح هذا الغداو دكش هي اللي عاونتني انا مو كنت كانت صور انا كنت بكلفة في هذا الفيديو بتصوير هانتوما كما كتشوفو دارت تحميرة واحدة تد مع القبار جوج معالق ديال الخرقوم مع القادل إبزار سكين جبير هنا درنا كمية كتيرة ديال العطرية حيث عندنا هنا غدي نديروا القياس ديال عشرة ديال الجاجات وإلا عندكم لكان القياس قل ديروا قل على حسب القياس ديال الجاج اللي عندكم هانتوما معجونة اللي كتكون ديرنا في الموجد ميديو داكش مقدينها دارت جوج معالق ودارت الهريسة اللي كالسودانية اللي كتبقى اختيارية يعني بغيتوا تديروها ديروها لما كيبغيش الحرارة ما يديرهاش وعضفت شوية ديال الهريسة في الاخير حيث الهريسة هي كتعدى واحدة لبنة خاصة كنزيدوا شوية ديال الماء وشوية ديال الحامض هنا الحامضر ما بنش في الفيديو ميرادرنا شوية ديال الحامض تاوف الشرمولة اللي ضروري ومن الاحسن هالدجاج هذا يتصاوب ديما شرملوه لي لقبل وخليوه حتى اللي غدين عاد شوية باش كي يجي في واحد الماء داكشارب الشرمولة وكل شيء صاف هنا يا رزدنا الملحة كنت ما بنزاتها عضفنا الملحة اللي هي ضرورية هيرما تكتروها شعيت عارفين الرجاج كيتتغصل بالملحة وبالخل والحامض ذاك شي كي يكون فيها يعني داجر مالح صاف هنا يا ماما كتبغيتوا تديروه بالموس باش دخليكم ذاك العطرية وذاك الشرمولة في الصدر ماما كتبغيتوش ماما كتبغيتوش ماما كت وانا نصورك وهكا كنخلقوه جو وانانسان كي يتجمعوه هذا حيث هذا العدد دينا بدأت كتنقارض وذاك شي ما خصاش في الحال صراحة الله من العدد دينا خصت بقى وولا جا شي حد نجمعوه معاه وذاك شي ونعمروا عليه الدار وهذا حتى وكي بغي يجي شوف العائلة وكل شي يلقاه بجموع سافي عبقات ماما كتبغيتوش ماما كتبغيتوش ماما كتبغيتوش لكي بغي يجينوه ماما كتبغيتوش ماما وقريتوش ماما كتبغيتوش ماما كيف يولد هنا بنقى ويوجدوه العمارات دينا نضيف حامض مصير مقطع صغير و الزيت كما تشوفون مقطع دواور نضيف القصبور و المعدنوس القصبور و المعدنوس نضيف القصبور و المعدنوس نضيف حشوة بنينة وضيفة تحميرات و خرقوم و السمن و تحمير مضاق جيدة نضيف حشوة بنينة نضيف حشوة بنينة و خلطات شعرية و خلطات شعرية هنا ضيف محشوة بنينة و خلطات اصلاح السوف يدينة نضيف حشوة بنينة نضيفه قد لا تشعر تضيفون داخل مزيئا ثم تضيفون كيردون و تضيفون كيردون و تضيفون خيط و تضيفون خيط و تضيفون بلاستيك غذائي و تضيفون كيردون تضيفون فباة فلنقذت فرن أزنقه ربطاته او قادته جيد فلنقذت فرن أزنقه ًا فران هو خصية معرفة إجابة وعندما كنتم منع الرقم هنا توجد مغادرة في نهاية الحمبل بدل التعريض نبقى وبالعطريس ووضع فران الأبزار خلطت الزفران خلطت اللحم خلطت اللحم كمية اللحم لا شاركت معكم الطريقة بالتفصيل خلطتها في القناة مصنع نضيف تلحم ورب ال طيب للطيبة نضيف تلحم وكما اقلت لكم بحق الشرط تبقى من الفرن الزنقاء لا تصور لكم في الفرن الزنقاء هنا نصور لكم في الفرن الزنقاء نصور لنا فى المشماش والسكر نضيف القرفة و السكر نضيف القرفة و السكر نضيف النقاء خبز عجناته اشتركوا 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 في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 سوف نضع طبق الاتجاج نتمنى ان الفيديو اليوم يكون لإعجابكم وإعجابكم الوصفات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصفاتنا التقليديين ومغريبيين وعاصيليين نجمعون لهم نمسح الجوانب بطبصيل ضروري وعندما نستفل المشماش وبعدما نستفل المشماش سوف 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 نستفل المشماش ومراحبكم في قناتكم